نقطة تانية أساسية الكتاب المقدس بيعلمنا الرب يسوع قال كده إنه إزاي إنه تصلي ويبقى عندك إيمان لكن قال بعد كده إنه لما تقف وتصلي كان عندك جواك جوا قلبك شيء تجاه أي شخص لازم تخفر الغفران مفتاح أساسي جدا 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 يا ما ناس وفي حياتنا العملية فعلا بشوف ناس أتذكر حالة مثلا جت عمري محنسة لأنه الرب كان نور قوية الموضوع دي واحدة أخت كانت في وقت من الأوقات في سنة من السنين جت كده وقالت لأنه عندي مرض كده شكين في القلب صغيرة في السن في الأربعينات عندي القلب وعندي السكر والضغط وعندي مشاكل وشكين إنه عندي سرطان قالت لي لسه كده شعري كان حيقف إنه كل ده أنا عمري ما شفت حد زي كده وابتديت يعني نصلي مع بعض كده وعشان نشوف يعني الرابع بيقود في الصلاة دايما وكده وفي وقت كده حسيت إنه الغفران عدم الغفران عنده كأنه فاتح باب لكأنه أهلا برحب بكل الأمراض أي مرة تحب يدخل ولكم وفعلا ببتدت وقفت الصلاة وحكيت معاها على موضوع الغفران وكده وابتدت تسرخ فيها تقول لي انت مش عارف عملوا فيها إيه انت لو تعرف عمرك ما حتقولي الكلام ده وساعتها قلت لها علشان تشوفي شفاء الرب عشان نقدر نصلي لازم تغفري من كل قلبك قعدت تزعق فيها وسبتني ومشيت بعدها بفترة رجعت وباتضاع كده وقلت لها نصلي علشان الغفران أو كده وسكتة كده وهي مكسورة لأنا اتعرضت لأمور صعبة جدا حاجة متعلقة باختصاب ويعني أمور صعبة انا اذكرها لكن ابتدنا نصلي والرب قبل ما يمد ايدي بالشفاء شفنا ازاي كان بيشفي اعماقها الغفران استقبال الشفاء بالضبط وكان ايه النتيجة ان ابتدت تشوف التقارير كلها ابتدت يحصل فيها تحول الغفران اساسي جدا لو عزيز المشاهد لو انت جواك حاجة تجاه والدك لغاية دلوقتي بسبب المعاملة اللي كان بيعملك بيها كتاب بيقول كده لكي يكون لك خير علشان نكرم آبانا ومنا عشان يكون لنا خير فمهم جدا الغفران تغفر لأي شخص أساء لك لأهل جوزك مهم جدا انك تغفر لهم علشان ده بيعطر تفضلي لو حتصلي للصبح وده جواك مفيش نتيجة